قرار مهم جدا كان النهاردة لدكتورة بوسينة كيشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وده بعد فصل عدد من الطلاب اللي ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وكانوا بيرقصوا جهو الفصل في مدرسة من مدارس المحافظة وده لمنع المعلمة أو المدرسة من الشرح قررت المديرية فصل الطلاب لمدة 15 يوم حسب اللائحة وكمان قررت مجازات مدير المدرسة بخصم 15 يوم ونقل المدرسة أو المعلمة من المدرسة دي لمدرسة أخرى ده الفيديو اللي احنا بنتكلم عليه والحقيقة إنه ممكن آه ممكن مخرجين يجيبيني صوت نسمع كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا أنا ساكت عشان حضراتكم تسمعوا الفيديو تشوفوا قلة التهزيب قلة الأداب عفوا مدرسة محترمة وقفة بتشرح وحواليها مش عارفة دول أقول عليهم طلاب ولا تلاميذ ولا أقول إيه طب البيت فين بقى؟ الأسرة اللي بنقعد طول الوقت نقول الأسرة والأم والأب والتربية نكوننا زمان نتعلم من علمني حرفا صرت له عبدا المدرس ده والمدرسة كان يعدي في المدرسة كله بيجري على الفصول حادش بيقف زماننا إحنا الشباب وزمان أبهاتنا وأمهاتنا وجدودنا يعني معرفش الجيل ده إيه والمدرسة دي إيه والدوشة دي مشرف الدور فين؟ المدير فين؟ يعني الدوشة مستمرة الفيديو أكيد أطول من كده بس ده جزء منه قلة الأدب دي وقلة التهزيب على سيدة معلمة محترمة وهي لو أخدتوا بالكو حضراتكو هي بتكتب على السبورة عشان هم ما يحترموا نفسهم ما بيحترموش نفسهم الحقيقة إنه 15 يوم فصل مش كفاية يعني 15 يوم فصل على المنظر اللي إحنا شايفينه ده مش كفاية بصوا يعني شوفوا إصرار المعلمة حد غيرها ممكن يطلعوا يسيب الفصل شوف هي بتحاول إن هي تكتب حاجة إنه يحترموا نفسهم ما فيش محوطنها أنا مش عارفة عاملين حفلة ولا إيه وتنصيد وقل التهزيب أنا مش عارفة هل ليهم عقب في البيت غير المدرسة؟ شوفوا 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 الولد بيعمل إيه مدير المدرسة فين؟ المدرسة دي اسمها إيه؟ مش جايبين اسمها؟ مدرسة في كفر الشيخ بس باسمها إحنا محتاجين نعرف اسم المدرسة؟ مدرسة المحروسة السنوية أنا بحب زي ما بنيت دي حق الناس لتعمل حاجات كويسة كمان الحاجات اللي مش كويسة نقول اسمها كده بصوت عالي مدرسة المحروسة السنوية في كفر الشيخ ده منظر؟ دي حاجة ترضي ربنا أو ترضي حد؟ لأ دي سيدة محترمة نزلت من بيتها رايحة تقدي شغلها عشان إحنا ساعة برضو يقول الولاد والمدرسين وما بيشرحوش ما هو نموذج 15 يوم مش كفاية الحقيقة على اللي بيحصل ده؟ لأ مش كفاية أبدا 15 يوم ده يروح يعود في بيتهم دي أجازة لهم بالنسبة لهم أو فصل ويرجعوا تاني لأ أنا شايفة أنه أو إحنا شايفين يعني يعني إحنا كمجتمع مصري وكمجتمع شرقي وكمجتمع كده عنده قصص دينية واحترام وأخلاقيات وحاجات كتير أعتقد أنه ممكن يكون فيه عقاب أقوى من كده شوية وبرضو برجع أقول المدير المدرسة ومشرف الدور الناس اللي بره ما حد يجتمع أي حاجة طيب